حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي أدريس عن ابن صفوان عن سفية أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خصفى بأولهم وآخرهم ولم ينجوا أوسطهم قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت المكره منهم قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم قال سفيان قال سلمة فحدثني عبيد بن أبي الجعدي عن مسلمين نحو هذا الحديث حان عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة يعني ابن كهيل عن أبي إدريس عن أبن صفوان عن سفية بنت حويين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خصفى أولهم وآخرهم ولم ينجوا أوسطهم قالوا يا رسول الله يكون فيهم المكره قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم حدثنا أبو نعيمين قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن سفية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس وذكر الحديث وساقه حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكمين عن صهيرة بنت جيفر قالت دخلت على سفية بنت حويين فسألت عن نبي ذي الجري فقالت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذي الجري حثنا عبد الرزاق قال أخبران معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن سفية بنت حويين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي يقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلاني من الأنصارف لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها سفية بنت حويين فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشية أن يقضف في قلوبكما شرا أو قال شيئا حثنا وهبو بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يعلى بن حكمين يحدث عن سهيرة بنت جيفر قالت حججنا ثم أتينا المدينة فدخلنا على سفية بنت حويين فوافقنا عندها نسوة فقالت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجري حثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازمين قال حدثني يعلى بن حكمين عن سهيرة بنت جيفر سمعه منها قالت حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على سفية بنت حويين فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة فقلنا لها إن شئتنا سألتنا وسمعنا وإن شئتنا سألنا وسمعتنا فقلنا سألنا عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض ثم سألنا عن نبي ذي الجري فقالت أكثرتم علينا يا أهل العراقي في نبي ذي الجري وما على إحدى كنا أن تطبخ تمرها ثم تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه فإذا طاب شربت وساقت زوجها حثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال حدثتني شميسة أو سمية قال عبد الرزاق هو في كتاب سمية عن سفية بنت حويين أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه فلما كان في بعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كسوقك بالقوارير يعني النساء فبينهم يسيرون برك بصفية بنت حويين جملها وكانت من أحسنهن ظهرا فبكت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك فاجعل يمسح دموعها بيده وجعلت تزداد بكأ وهو ينهاها فلما أكثرت زبرها وانتهرها وأمر الناس بالنزول فنزلوا ولم يكن يريد أن ينزل قالت فنزلوا وكان يومي يومي فلما نزلوا ضربا خباء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فيه قالت فلم أدر على ما أهجموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشية أن يكون في نفسه شيء مني فانطلقت إلى عائشة فقلت لها تعلمين أني لم أكن أبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني قالت نعم قال فأخذت عائشة خمارا لها قد ثردته بزعفراء فرشته بالماء ليذكر ريحه ثم لبست ثيابها ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت طرف الخباء فقالا لها ما لاك يا عائشة إن هذا ليس بيومك قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فقالا فقال مع أهله فلما كان عند الرواح قالا لزينب بنت جحش يا زينب أفقري أختك سفية جملا وكانت من أكثرهن ظهرا فقالت أنا أفقر يهوديتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ما حين سمع ذلك منها فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منها في سفره حتى رجع إلى المدينة والمحرم وصفر فلم يأتها ولم يقسم لها ويائست منه فلما كان شهر رابع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت إن هذا لا ظل رجل وما يدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأته قالت يا رسول الله ما أدري ما أصنع حين دخلت علي قالت وكانت وكانت لها جارية وكانت تخبأها من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فلانة لك فماشى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى صرير زينبا وكان قد رفع فوضعه بيده ثم أصاب أهله ورضي عنهم حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا ثابت عن سمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في سفر فاعتل بعير لصفية فذكر نحوه